مجزرة مجزرة ولع السيارات ولع السيارات مجزرة مجزرة ولع السيارات ولع السيارات إذن كما نشاهد وإياكم بعض اللقطات التي وصلت لغرفة الأخبار إقدام مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين على مهاجمة قرية ترمس عية شمال رامالله هذه القرية التي تبعد عدة كيلومترات عن مدينة رامالله وهي ربما تقع في المنتصف باتجاه مدينة نابلس حيث وقعت هناك عملية إطلاق النار على أربعة المستوطنين أدى ذلك إلى مقتل المستوطنين الأربعة وإصابة عدد آخر وكانت السلطات الإسرائيلية إذن قد أشارت إلى أنها استطاعت أن تقتل منفذي العملية لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر